أشادت الشيخ بدور القاسم رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين بالتزام الناشرين الأتراك بتعزيز التعاون والتضامن مع جميع أعضاء مجتمع الناشرين حول العالم وحثتهم على التسلح بالأمل وروح التفاؤل خلال مواصلتهم العمل على إبرام الشراكات المثمرة لتعزيز نمو صناعة النشر جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها أمام مجتمع النشر العالمي في حفل انطلاق برنامج زمالة اسطنبول للنشر الذي يجمع بين الناشرين كل عام بهدف تبادل حقوق النشر والترجمة ونقشت الشيخ بدور القاسمي النمو الذي شهده البرنامج والمكانة التي وصل إليها مشيرة إلى أن آليات التعاون بين المعنيين بصناعة النشر التركية والناشرين والجمعيات المتخصصة بقطاع صناعة الكتاب في جميع أنحاء العالم أسهمت بنجاح البرنامج الذي أصبح نموذجا يحتذا لأبرز فعاليات النشر عالميا وفي سلسلة من اللقاءات التي جمعتها مع أعضاء اتحاد الناشرين الأتراك وجهت الشيخ بدور القاسمي دعوة للناشرين في جميع أنحاء العالم للاستفادة من الفرص التي تقدمها أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين لتعزيز مهاراتهم وبناء قدراتهم